عدى وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد زيارة عمل إلى جمهورية السودان الشقيقة سلم خلالها رسالة خطية من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أخيه فخامة الرئيس الفريق أول عبد الفتاح البرهان تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها لمصلحة وخدمة الشعبين الشقيقين وبحث وزير الدفاع خلال الزيارة مع المسؤولين السودانيين مجالات التعاون العسكري بين البلدين مثمنا للأشقاء في السودان دعمهم ومشاركاتهم المشرفة ضمن تحالف الشرعية في التصدي لإنقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعوة من النظام الإيراني والدفاع عن مصالح الشعب اليمني وتطلعاته في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام